اشتركوا في القناة كما تعلمون يصل شعاع الكرة الارضية الى عمق 1400 كم اذا فهو عمق مهم جدا التساؤل المطروح وهو كيف تمكن الجيولوجيون من التعرف على البنية الداخلية للكرة الارضية علما ان التقنيات المستعملة كالحفر لا تتجاوز او لا تتعدى عمق 15 كم بسبب ارتفاع الضغط والحرارة اذا تم التعرف على البنية الداخلية للكرة الارضية بطريقة غير مباشرة اي بالاستعانة بدراسة الموجات الزلزالية خلال الشريط سوف نتعرف على انواع الموجات الزلزالية كيف يتشجيل الموجات الزلزالية نمط انتشارها وكذلك انتقالها واخيرا تأثيرها على سطح الارض لنمتابع يسبب الزلزال حدود اهتزازات شباط الارض تنتقل هذه الهتزازات عبر الصخور المختلفة على شكل موجات تعرف بالموجات الزلزالية وهي ثلاثة انواع يتم تسجيل هذه الموجات بواسطة جهاز مسجل الهتزاز الزلزالية اي لسيسموغراف يقوم هذا الجهاز بالتقاط الموجات ب اولا اي الموجات الاولية كما تلاحظون ثانيا يقوم بالتقاط الموجات اس او الموجات الثانوية واخيرا يقوم بالتقاط الموجات السطحية الموجات ال بعدما تعرفنا على كيفية تسجيل الموجات الزلزالية باستعمال جهاز مسجل الهتزاز الزلزالية اي لسيسموغراف سوف نمر الى دراسة نمط انتشار وتنقل الموجات وكذلك تأثيرها على سطح الارض لنتابع الموجات ب تسميز هذه الموجات بكونها تنتشر في جميع الاوساط وكذلك تعرف بسرعتها وتسمى كذلك هذه الموجات بموجات التضاغطية لان نمط انتشارها اي تنقلها هو نمط اندغاتي تمددي فثالة نجد مناطق منضغطة وثالة اخرى نلاحظ وجود مناطق تمددية كما تلاحظون معي هناك اندغات في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة نلاحظ تمدد بحيث تهتز جزيئات مادة الوسط في نفس اتجاه انتشار هذه الموجات كما نلاحظ انتشار المادة او تنقل المادة يكون في نفس اتجاه انتشار الموجة لاحظوا يكون تأثيرها نسبيا ضعيفا على سطح الارض لذلك تعتبر من الموجات الباطنية فيما يخص الموجات الزلزالية اس تعرف كذلك باسم الموجات الثانوية تتميز بقوة اكبر من الموجات الزلزالية بي لها نمط انتشار تموجي كما تلاحظون تنتشر هذه الموجة على شكل موجات فيما يخص انتقال جزيئات مادة الوسط فهذه الاخيرة تهتز بشكل متعامل مع اتجاه انتشار الموجة كما تلاحظون جزيئات مادة الوسط تنتقل بشكل متعامل مع اتجاه انتشار الموجة تأثيرها على سطح الارض يكون نسبيا ضعيفا بينما الموجات ال أو الموجات السطحية سميت كذلك لانها تنتشر في التبقات السطحية للكرة الارضية لها نمط انتشار متميز وهو نمط انتشار تموجي افقي كما تلاحظون معي تحدث هذه الموجة تنقل لجزيئات مادة الوسط في مستوى افقي متعامل مع اتجاه انتشارها هذه الموجات تحدث ضمارا كبيرا على سطح الارض لذلك سميت في الاصل بالموجات السطحية بعدما تعرفنا على انواع الموجات الزيزالية وخصائص كل واحدة على حدن سوف نعتمد على هذه المعلومات لنتعرف على مختلف الطبقات المكونة للكرة الارضية تابعوني في الشريط المقبط بإذن الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة